موسيقى مساء الخير عزيزي المشاهدين في استراتيجي لهذه الليلة نناقش مواضيع عدتهم المواطن العراقي مع ضيفنا الدكتور عبدالله الجبوري عضو مجلس النواب والقياد في اتلاف الوطنية أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بك تحياتي دكتور سأبدأ مباشرة بالحديث عن محافظة الديالة أعضاء في مجلس المحافظة صرحوا قبل أيام عن وجود مجميع قالوا أنها بعثية تابعة لكتائب المصطفى ويطلق عليها اسم قوات السوفياني وهم جميع إرهابية حدثنا عن معلوماتك حول هذا الموضوع تحياتي لك ولي قناتك الكريمة ولي شعبنا العظيم حقيقة المعلومة أني توني سمعتها منك يعني البعثيين بعد بهم هم يعني يشتغلوا مجاميع وما مجامع ظلوا بعثيين بعد 13 سنة عضاء مجلس في محافظة الديالة هم تحدثوا عن ذلك نحن ننقل عنهم دكتور نعم والله أنا حقيقة ما سامع يعني بهذه الوصف نحن نعرف هناك خلايا نائمة موجودة في ديالة بس تابع لمن لأن تعرف أنت داعش أصبح شماعة لما ضي حقوق الناس يذبوها وراء داعش لما ضي حقوق الناس حتى ما يضمن حقوق الناس يذبوها وراء القاعدة في 2007 أو 2014 طلعونا بهذه العنوانين أما حقيقة حركة جديدة من هذا النوع ما سامعان والله يعني كان هناك تصريح دكتور عبر رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة وهو سيد صادق الحسيني حول هذا الموضوع إذا لم تكنوا سمعتم عن ذلك مام والله هم طبعا أعرف لأن تعرف أولا إذا هو مسؤول اللجنة الأمنية اللي صرح أكيد هو أعرف وأقرب بالمحافظة وإلى الشارع نحن حقيقة نشوف أخي الحركة اللي صارت الأخيرة والخلاف ما بين الحكومة للتحادية وكردستان حقيقة تتوقع كل شيء ضمن هاي الفترة لأن وخاصة بعد ترك الأجهزة الأمنية المناطق اللي نسميها المتنازع عليها لأن إحنا ما عندنا أجهزة أمنية كافية أن نتغط المناطق وأنا أتكلم لك عن ديالة لأن مساحتها واسعة جدا هذه حقيقة اللي نسحب كان البيش مرقى والآخرين اللي كانوا ماسكين هذه الأراضي أكيد تركت مجال وتركت فجوة وتظهر الجزاء المجامية بسيحنا نعرف يجز نشطت وتنشط الخلايا النائمة اللي يسموها من داعش فتتوقع كل شيء طيب دكتور بعد هذه السنوات لماذا لا تستقر محافظة الديالة أمنيا من ضد استقرار الديالة اليوم شوف محافظة الديالة أولا محافظة مهمة جدا أولا موقعها الجغرافي ثاني شيء هي بوابة بغداد أي بوابة العراق حقيقة إذا ما استقرت ديالة أصلا بغداد ما تستقر فلذلك يشوف التركيز دائما على ديالة إحنا ديالة في بدايتها كان أأمن وأفضل مكان وأفضل قضاء في العراق هو قضاء المقدادية لأنا أتكلم للسنة الأولى بعد الاحتلال بعد 2003 ولذلك صار التركيز على المقدادية وصار على ديالة وكلو الحمرين ووضعية ديالة بعد هذه الفترة واستمرت لهذا اليوم لذلك إحنا نقول لما نقول الجانب الأمني جيد قياسا بالمحافظات الأخر المحافظات كأن الموسو صلاح الدين الأنبار هناك تطلع لك شغلات اللي نسميها الخلايا النائمة ممكن أن تخلق لك مشكلة هنا وهناك طيب إذا كانت مهمة كما تحدثت وهي كذلك دكتور لماذا لا تعطيها الحكومة أولوية لحفظ الاستقرار الأمني فيها حقيقة هي الحكومة هي هاي إمكانية الحكومة يعني ما ممكن الحكومة أن تخلقها المستحيل لأن الإشكال اللي صار على مستوى العراق أو على مستوى المناطق الغربية بالعراق مع الأسف إحنا نظامنا الجديد ونظام الحكومة الجديد بخصوص الأجهزة الأمنية كل الأجهزة الأمنية محلية يعني لما يكون في ديالة 120 ألف أجهزة أمنية تلقي في الجنوب في محافظات الجنوب بنفس العدد محافظات الجنوب شوف الأجهزة الأمنية اللي موجودين تلقي كل شخص مسؤول عنده 20-30 شرطي أنبيته أما إحنا في ديالة هذا خطأ توزيع ولا ضعف إمكانيات ولا لا هو حقيقة هذا اللي إحنا نحكي برنامج الحكومي ما إجانا رئيس وزراء وضع برنامج حكومي صحيح أن ينفذ فترة لهذا الجانب الأجهزة الأمنية لما يريد ما عندنا نظام ينقل لك من ديالة يروح يخدم في البصرة مثل ما كان سابقا أو في كل الدول حقيقة من هو المسؤول دكتور من هو المسؤول عن موضوع التوزيع عن موضوع استراتيجية حكومة تنفيذي هذا حقيقة حكومة لما الحكومة ساند أحشي لك إحنا أخذوا من ديالة لما يصير مشكلة في صلاح الدين أو هناك داعش في صلاح الدين لما أخذوا قوات من ديالة خلقون نفجوا في ديالة وإحنا من الناس وعنا من الناس قمت طالب يرجع اللواء الفلاني وارجع الفوج الفلاني التابع لديالة لأن إحنا أحوج وإحنا بحاجة إليه في حين يعني المفروض كان إحنا ما نتكلم الحشد حقيقة هو إجا من أكثر مناطق الجنوب هل حاكمت ذلك حسابات سياسية برأيك والله هي هذه مسألة المحاصصة نرجع مسألة المحاصصة حقيقة إلا علاقة حتى بالاستقرار الأمني في المحاصصة حقيقة إحنا ما نقول المحاصصة لما توزع درجات التعينات على مستوى مثل أجهزة الأمنية يجب أن تكون لديالة 200 أو 300 نفس الشي تأخذها المحافظات الآمنة لأنه يريد يقول لك أنا بحاجة إلى تعينات فهنا عدم التوزيع الحقيقي الصحيح للمحافظات إحنا نسميها خلي نسميها الحامية ممكن المفروض تكون وضعها أفضل الأجهزة الأمنية تكون أكثر أنت حسب ما أنت قلت ليش ما يوجهوا باتجاه ديالة هناك زور ديالة يحتاج إلى تكنولوجيا إلى قوة بإمكانيات معينة حتى تقدر تنظف لك زور ديالة وهذه المعاناة مو أنا أحجيها قائد العمليات يحجيها قائد الشرطة يحجيها قائد الأمنيين وأحنا في اجتماع كنا مهم وكبير على مستوى كان رئيس وزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع حتشوها أكثر من مرة ويقول لهم العدد الموجود في هذا الزور لا يزيد عن 100 إلى 150 في وقته وما صار لها أي علاج لحد هذا اليوم حقيقة إراد له إمكانيات إراد تكنولوجيا إراد له على الأقل غطاء جوي أو طيارات يعني حتى لما يريد يسوي أي هجوم أو مداهمة ضمن الموجودة الإمكانية الموجودة في ديالة يصلوا إلى الهدف أنا لا أقول لك حتى الآن إحنا حقيقة نبخص عملهم وجهدهم يصلوا إلى الهدف بس دائما تلقي وصلنا إلى أوكارهم ودمرنا أوكارهم إحنا ما يهمنا الوكل إحنا يهمنا هو المعني هل أنت دمرته؟ هل أنت مسكته؟ هل أنت عرفت وين راح اختفى؟ إحنا هذا ليهمنا طيب حدثني عن الحجد الشعبي في محافظة ديالة ووجوده يعني هناك البعض أخي أنا أضعت أتهم بالانحياز للحجد الشعبي اللي موجود في ديالة الحجد الشعبي لو ما الحجد الشعبي ما كان تحرر الديالة من البداية حتى لو أن البعض قال أنه ارتكب بعض الجرائم أخي أنت تعمل ليش الجيش والأجهزة الأمنية اللي راحت للموصل وصلاح الدين مرتك بتأخطأ؟ هناك كل ساحة حرب هناك أخطأ وأخطأ مسموع بها وهناك اعترافات كأن يقول لك إحنا ضمن الحجد أكوناس سيئة أكوناس تستغل هذا العنوان أكوناس حقيقة فأكيد تكون هناك أخطأ بس إحنا ليهمنا أنا ليهمني لما يجوا يحررون مناطق مستحيل إحنا كأهل ديالة نقدر نحررها بدون عونة الحجد الشعبي من المحافظات الأخرى اللي يبدأ من المحافظات الأخرى قبل أن يبدأ بالحجد العشائر اللي نسميه وانضموا إلى هذا الحجد فهذا شيء لا ينكر وحقيقة ما أمكن أي شخص ينكر جهدهم الموجود أحتي لك نقطة أخرى أخي حتى لا نبخلج جهدهم ليش المناطق الهسة اللي في ديالة واللي الأجهزة الأمنية ما تقدر تغطيها ليش هو؟ من اللي مغطيها هسة؟ الحجد الشعبي أنت وصفت ما قام به بعض الحجد في ديالة بأنه أخطاء وليست جرائم ما حجم هذه الأخطاء؟ سأستخدم نفس الكلمة نتكلم عن أخطاء نتكلم عن جرائم وجرائم حرب عرفت شون؟ ليش الموصل لما تحررت ما صارت بها جرائم حرب؟ ما سمعتش قد الآلاف إذا كانت من قوة التحالف أو من كانت الأجهزة الأمنية أو من ساهم في تحرير الموصل وغيرها أكيد لما تكون ساحة حرب تكون هناك أخطاء تكون ناس تستغلها تكون ناس متسوسة تكون ناس تصفية لكن يا دكتور دكتور في ديالة يقال أن الوضع مختلف هناك هدف لتغيير ديمغرافي في المحافظة يقول لك من هو هذا اللي يقول؟ أنت لما تقول لي يقول أنا ابني ديالة من هو اللي يقول؟ أنا أسألك هناك بعض من المثلين من محافظة ديالة يقولون ذلك هذا الكلام مهم وصحيح أولاً لما نتكلم عن تغيير ديمغرافي شنو التغيير الديمغرافي اللي صار؟ مناطقنا هي اللي احتلت من قبل داعش وتحررت من قبل حشب شنو اللي انخاذ منها؟ رجعوا المواطنين إلى منازلهم إلى بساتينهم إلى مزارعهم صحيح معاملهم راحت وحقيقة الشخص اللي ما يحافظ على معمله ما يحافظ على منطقته ما يستحق أن يملك معمل ولذلك هم يديروها لهذه المعامل ولما يديروها هذا بالعكس يتحرك لك أيدي عاملة يتحرك لك عمل في ديالة أما أصحابها الحقيقيين أكيد هناك قانون من تجاوز عليه من أخذ أملاكها يقدر يمشي من ضمن القانون متى ما فعلت الحكومة أنا صحيح الحكومة ما ممكن أن تتجه بكل الاتجاهات وأنا أكثر المنتقدين للحكومة أما قاعدين أشخاص معينين ويحكي لك تغيير ديمغرافي أنا ما شفت ناس إجاء تخذت أراضي فلاحين في ديالة صحيح في الإعظام عندنا مشاكل وهناك أفراد معينة لأطماع اللي يحكون بها كان عندهم أراضي زراعي يريد يستولع الأراضي الأخرى وأعتقد هذه انحسمك لأن الدليل على ذلك أكثر ناس الإعظام إجوا لما إجوا هي حقيقة من يجون يجي إلى ركام إلى مناطق مفلشة لا يجي دور الحكومة بالبناء أما الحكومة ورئيس الوزراء قضل فترة الأربع سنين يستغيث فلوس ماكو ومصاري ماكو وما حد يدعمنا وما عدنا فكيف ينبني البلد كيف تنبني هذه المناطق يعني أنت تقول أنا هنا أن التغيير الديمغرافي غير حقيقي وليس هدف في محافظة الدنيا لا مو حقيقة أنا دعا أحكي لك إحنا خاصة هسا لما رجعت جلولاء ورجعت المقدادية والأعظيم رجعت أغلبها أكيد اللي ما قدروا يجون ولا يقدروا يجون حقيقة يا أما بيت ما عنده وين يجي لأن هذا دور الحكومة ودور العمار إحنا حتى الإعمار اللي موجودة أخي إحنا ده نعتمد على المنظمات تعرف إحنا مناطقنا ضمن قضاء ومو بعيدة مو مثل المناطق الأعظيم وغيرها كانت تكون مناطق بعيدة عن المركز المنظمات اللي هي ده تساعد منظمات ده تجي وده تفتار هذا اللي يتبرع وبعدين المنظمات ما تبني لك دور تبني لك جزء من بيت امفلش أو تساعدك بشغلات إصلاح وترميم بشغلات البسيطة للعائلة طيب في المقابل دكتور هناك حديث أيضا عن وجود فكر متطرف ما زال موجود في محافظة ديالة أريد أن أسألك فكر متطرف يعني قد يصل لأن يكون إرهابي يعني شنوه الفكر المتطرف ايدلوجيا الداعشية نعم أنت هسا قليت قاله وقوناك مجموعة بعثيين طالعين بعنوان معين هذا تصريح تصريح قلت لك أنا معك هو إحنا اللي نعرف تحت شماع الداعش جميع من يهب ويديب تحت شماع الداعش إحنا 2007 لحد الآن ما معوضة دورنا ومنازلنا وبيوتنا اللي موجودة من 2007 والحكومة استلمت مئات المليارات حقيقة ما أحد متوجه لا على المواطن وعلى الموجود وهذه اللي نسمحها حقيقة مجموعة هنا ومجموعة هناك إذا تبدأ تظهر مجاميع من هذه هذا دليل على ضعف الحكومة وضعف الأجهزة الأمنية أصلا عيب على شخص يجي يصرح أن هناك ظهرت مجموعة وإحنا عدنا من الأجهزة الأمنية اللي حتشيناها كعدد صحيح ما يغطي مناطق لأن ما ممكن أن أنت الأجهزة الأمنية تنشرها في مناطق ديالة حتى تغطي بس هناك عدنا عدة أجهزة أمنية معنية استخباراتية أمن وطني مخابرات استخبارات مئة ألف جهاز معقولة هذه المجامع تطلع وتأثر وين كانوا نايمين المفروض تكون هناك مداهمات السباقية المفروض سأسأل عن هذا الموضوع لكن أعود أكرر دكتور نحن نقلنا عن رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة سأبقى في موضوع المحافظة وأعضاء المحافظة كيف تقيم عمل المحافظ ومجلس محافظة الديالة اليوم شوف أخي إحنا خلال فترة اللي فاتت تبدلوا ثلاث أربع محافظين أنا دائما أتهم بأن مع هذا المحافظة الأخيرة اللي هو الحاج مثنى حقيقة حاج مثنى هو أفضل من المحافظين السابقين والدليل على ذلك المحافظين سابقوا كلهم من حكمه وأمر الحمارة بالسجن صار له أربع سابيع والآخرين محكومين غيابيا وما إجاءه عبد الناصر وغيره المجاميع اللي إجاء فأكيد هذا ضمن وجوده ضمن المحافظة حقيقة نحن خلقت فترة أفضل من الفترات السابقة ونقارن بينه وبين الآخرين وأنا الشخص اللي دعمته لأن أولا الشخص كان له كتلة قوية وجزء من حكومة ودعموه في ديالة وقدر يرتب في ديالة أخي الآخرين نحن ياهلي نجيبه على أساس محاصصة سنية أول ما يقعد عن سني تعالوا للحقولي ما أقدر أطلع قاد الشرطة ضدي قاد العمليات ضدي وبالأخير يبوق المصاري يبوق الدخل ويطلع هؤلاء قمة بالسجن واللي عليهم حكم غيابي وأصلا ما يقدر يصلون لديالة ويلفون لديالة بعد بس حتى بالانتخابات يثقفونهم خارج وخارج اللوب أربي اللوب معرفين يثقوا وفقوا ناس حقيقة من ذول السذج يطلعون وينتخبوهم مرة ثانية ويطلعون له مصوات ويصير عضو برلمان ومحد يقبله هاي أنا اللي بالحكم وبالسجن وموجودين بغير مقاكل يعرفون حقائق هذولا لأن وين صارت الفلوس اللي يجئت لديالة لا شوارع معمره لمشاريع معمره لا شيء موجود احنا كدورنا رقاب احنا طبعا ننتقد التنفيذيين اللي موجودين يا ما صرفت مليارات في ديالة وين هي طلعوا الافندية كلهم اللي جايين ما شاء الله عليهم يعني كل واحد يشيل عشرين وثلاثين مليار واربعين مليار ويفلت إذا ما وصلت إلى مئات المليارات رئيس مجلس النواب سيد سليم الجبوري زارة محافظة ديالة مؤخرا أريد أن أسألك عن أهمية هذه الزيارة برأيك علمان أنه أيضا منتخب عن محافظة ديالة دكتور سليم أولا نائب ونائب حقيقة هو نائب بمثل ديالة أولا قبل أن يكون رئيس البرلمان ويمثل العراق كله والمفروض مسؤولية العراق أن ينظر لها الجميع بالتساول لذلك هو حقيقة قام بزائرات مماثلة مثل ما إجي الديالة قام لمحافظات أخر قبل أن يصل ديالة أو إجي الديالة راح لمحافظات أخر أكيد ضمن واجبه ضمن واجبه الفرلماني ورعاسة فرلمان وواجهة سياسية ويعتبر الآن هو رمز حقيقة من رموز السنة أن أكيد هذا الدور أولا يريد أن يتواصل مع ناسه وقرب الانتخابات عندنا ما شاء الله بعد 4-5 شهر لا لا أسألتك عن تقييم وليس عن تواصل دكتور هناك فرق بين التواصل والعمل على الأرض تقييم يعني شنو من أي جانب من ناحية عمله من أجل محافظته الذي يمثلها قبل أن يكون رئيسا لبناء الحسنة نعم نحن الحقيقة اللي يقيمون هم أهالي ديالة وأنا نائب أنا ما أقدر أقيم نائب آخر هل بدأت الحمد للترخبية في المحافظة؟ أنا حقيقة كنت من المطالبين بنواب ديالة للسنين اللي فاتت بكل اللقاءات أن يكون لهم موجود بديالة يكون تواصل مع النازحين وأكثرهم جعلوا عليه في وقتها ليش تحجي علينا بالإعلامة صارت حركة تقريبا سنة أكثر النواب بدأوا يتواصلوا وقسم حقيقة لهذا اليوم بعدهم ما وصلوا لديالة أما كتقييم نائب يقيم نائب آخر وتقيم رئيس برلمان رئيس برلمان واجباته على مستوى العراق ليس على محافظته أكيد الشعب والناس دكتور من ناحية تقديم خدمات من ناحية مساعدة على الاستقرار الأمني هذه النواحية التي تهم المواطن المنتخب أيضا ونحن على بواب الانتخابات نعم استاذ عناد شوف مسألة الخدمات هذا جانب تنفيذي وهذا واجب التنفيذين من رئيس الوزراء إلى مدير الناحية أما كنواب برلمان وعظام مجلس محافظة واجبهم رقابي ونحن نقول لهم للناس نقول لهم إذا وعدكم عظام مجلس محافظة أو نائب برلمان يقول لك راح أبلط لك شارع يقول له التشذاب وإذا يقول لك راح أسوي لك مشروع وما عرف شنو أجيبه يقول له التشذاب ابن شذاب ليس شغلة شغلة رقابي على الأجهزة التنفيذية وشغلة المفروض إذا كان غضن ضمن قضاء معين عن قضاء آخر ضمن موازنة المحافظة بالنسبة للخدمات والإعمار المفروض يكون دور النائب لمثل هذه المنطقة أن يقول وين حصت هذا القضاء والمفروض الترتيب بس المحافظة كلها أخي يعني ما بها أي خدمات هسا بدأت حقيقة هسا بدأت صار لها تقريبا أشهر اللي إجتهم مبالغ ما أعرف حقيقة مين إجتهم مبالغ نحنا ما شاء الله الحكومة تقول ما أقوه فلوس وبدأ السبيس ضمن الشوارع ومتحاصصيها ما شاء الله كل عظم مجلس محافظة يعني بدأت إعادة الإعمار بالنتيجة يجب على المواطن لا معمر هناك مبالغ مرصودة ضمن شوارع سبيس وخدمات يعني لشوارع ومخصصها متبليط لسبيس ولذلك يشوف السباق صار أعظام مجلس محافظة كل واحد يشوف وين أخو سبيس أخو شغلة باقي قال لهم أنا جيب تهيلكم للمنطقة هذا جزء من الدعاية انتخابية براية أكيد لا أكيد ناسنا مغشمة هسا ناسنا يراقبون من كان خلال الأربع سنين اللي فاتت تواصلوا مستمر في معافظتهم من نشط خلال هذه الأشهر اللي فاتت وللأشهر الجاية المواطن دا يحجون حتى ليروح لهم هسا أول كم كلام يقولوا انت وين شنت قبل الأربع سنين وين شنت العام أنا من كنت محتاجك وين شنت أنا من كنت في مأزاك وين كنت لما أنا ندمر بيتي وين شنت وين شنت ها كل الحديث تسمعوا أما ناس أكبر حقيقة من يقولوا أنا جايك احنا ناس مضيافة ديالا وحقيقة كلهم خيرين وكرماء يعني أولا تنقيصا بالمحافظات الأخر احنا بلد عشائري حقيقة يستقبلوا ويقوم له دعوة بس أقوم من الناس حقيقة تقوم الطالب حقها ويحشون لذلك أكثر المسؤولين داي يصطدمون ضمن هالفترة هذه بمطالبات الناس على أنت وين شنت ضمن الفترة اللي فاتت وهذا أعتقد هو أسوأ سؤال يوجه للمسؤول اللي مجال الفترة كلها وقربة الانتخابات ويجي طيب أريد أن أسألك عن تقييمك لعمل مجلس النواب وماذا ينتظر المجلس خلال الدورة القادمة والأخيرة من عمر المجلس شوف أخي إحنا عدنا مشكلة هي مشكلة القائمة اللي هي سموها المحاصصة والتوافقية وبما أن البرلمان والحكومة المركزية الاتحادية مبنية على مسألة المحاصصة فالعراق ما تقوم له قائمة لذلك إحنا نتعمل في 2018 أن راح تكون نقلة نوعية يا دكتور أنت عضو في مجلس النواب الآن إذن أنت كنت موافق وما زلت على هذه المحاصصة شوف أخي أنا أتهم أنا أتهم بقلة وجودي في البرلمان صحيح لأن أنا لما أقوم بالعراق أنا أقوم في ديالة أو أقوم معقب معاملات بالوزارات للناس اللي تحتاجني لأن أنا أعرف البرلمان على هذا وضعه ما يحتاج 318 واحد يدير البرلمان يحتاج إلى قانونيين 150 واحد وإذا أحتاجوا على تصويت الأغلبية نصف زائد واحد المفروض يحضروا أما أن نقعد بالبرلمان لمدة أسبوع وبعدين نسافر والروح حقيقة هذا مو شغل البرلمان ولا شغل المفروض لأن إحنا مواطننا وناسنا يريدنا أن نكون قريب عليه قريب عليه مو بالضرورة تدفع لفلوس مثل ما تدع الناس تروح لذا تقول له الحمد لله على السلامة طالع من مشكلة هذا عنده واجب كبير إذا تروح تقول له يا أخي مبروك عليك مناسبة معينة تعزيفي مناسبة معينة هذا يعتبر تواصل ويعتبر إنجاز عظيم مع الأسف العمل في العراق صار وأكثر الناس تنظر لها المواطن ممكن أنا قبل الانتخابات أجيب لي حقيبة مصاري فلوس وأجمع المتنفذين وهاء فلوس رح أخذ عنا العالم خلي صوتون إلي والغيري وهذا اللي كانت متجه بس إحنا نقول لهم هاي الانتخابات تختلف عن الانتخابات الأخرى طيب لأن الناس بعد هاي متعبوا عنهم أريد أن أعود لمجلس النواب الآن عند ذكر المحاصصة يجب أن نذكر قانون الموازنة الذي لم يقر حتى الآن نعم ماذا عن ذلك خلال الدورة المقبلة نعم نشوف الموازنة حقيقة كانت بها أبواب غير منصفة وبعدين أكو جانب قانوني بالموازنة لما البرلمان يطالب طبعا البرلمان يمثل الشعب يمثل الناس يمثل المناطق لذلك هذا من المفروض من المفروض من المفروض فمن تجي الموازنة طبعا أكيد محافظة مدمورة وأعمار وأهن بالعراء فإحنا نطالب أن لازم يرصد لهم مبلغ أعمار لأن تتكلم عن سنة كاملة ما معقول أن تقول بلد ما بي في الوسع أو في الناس حر وشتا وبرد بهم برة وبيوت ما عندهم فلما تجيك موازنة خاوية ما رأس دي لها أي مبلغ أو مبلغ يخجل طبعا راح تنتفض لكن هنا لذلك الفرلمان بس أكمل لك هنقطة الفرلمان انتفض على هذه الموازنة وقال يا مجلس سعاست الوزراء ركزوا على الأعمار راح نتكلم عن جانبنا المحافظات المدمورة أو المتضررة وانطيق للعلم تره يا مو بس محافظاتنا ليش المحافظات الجنوب ليش متحسن وضحن يعني كنت سأقول ذلك سبرتني لكن هناك الحكومة تقول بأن هناك أزمة اقتصادية أيضا أخي مو أزمة اقتصادية ولدت اليوم هذا لما استلم رئيس الوزراء قالوا له انت البنك الدولي ما ينطيك والعراق بعد ما تجي مصاري أنا لما شخص يجي عينني مدير على منشأة معينة أو مؤسسة معينة ويقول لي تره ما عندي بجي تنطيك شا قل له يا با بس وفر لي سيارة وكرسي وما لك شغل أقول له هذا حكيكم وما هذا شغلكم أنا ما أقبل بس عم الناس العراقيين اللي يجون لرئاسة الوزراء يجون سباق عطشاني سريج بس خليني أصير في المنصة بالوزير فلان وشوف شا سوي بس خليني وما أحد يشوفهم الوزراء من يشوفهم من يصلهم من يصلهم ليش هس هو أقو مواطن يقدر يصل الوزير هو يصل لنا إنه ولذا مو إحنا نتواصل اليوم هو يصلك أنت تمثل ولذلك كل مطالب والمفروض اللي يتوجه للتنفيذ التوجه من خلال النائب ويلام النائب عليها ليش ما تنفذها طيب أنت ألمحت لموضوع الفساد الآن عند ذكر الموازنة وعند ذكر الأزمة الاقتصادية يجب الحديث عن مكافحة الفساد هل ترى بأن حكومة الدكتور حيدر العبادي جادة اليوم في حربها على الفساد التي أعلنتها بعد الانتصار على داعش نعم شوف أخي نهاية نسمعها قبل الانتخابات كل سنة قبل الانتخابات بستة شهور بسبعة شهور تبدي عادل اتهامات مباشرة كل واحد يحاول يبعد هذا وذاك عن الانتخابات وتصير خصومات اللي يحكي لك بالمساءلة وعدالة واللي يحكي لك يعني الحكومة تحاول تمارس تسقيط سياسي تمارس تسقيط سياسي برأيك الحكومة نعم حقيقة هذا اللي يقول لهم اللي يشي الفاسدين هم ولدي اليوم الفاسدين هو ياه اللي يستلم أربع سنين وين كان الـ ثلاث سنين اللي فات عن الوزراء اللي هم أصلا ملفاته منها ما صار لها ست سبع سنين لا القبله ولا هو هسا حرك ساكن بعدين القضاء حقيقة بدأ يشتغل القضاء خلال الأشهر اللي فاتت بدأ يشتغل لأنصار تغيير بالقضاء اللي استلموا مراكز مهمة بالقضاء لذلك بدأوا يحركون بهالاتجاه أطمن أقوى طمن الآخرين رئيس الوزراء إذا ما يجي دعم من أمريكا ومن السفير الأمريكي بهذا الاتجاه فما يقدر يحرك ساكن خلنحشي بصراحة لأن اللي وصلوا من الفساد وصلوا متنفذين وأقوى من الإعباد وغير الإعباد حقيقة تتحدث عن إرادة دكتور الآن تتحدث عن إرادة لا يوجد إرادة أيضا شوف إحنا العراق مؤامرة شبيرة عليه العراق لما صار التغيير وصار الاحتلال تعرف كيفك شو تريد اسميها وصار التحرير كل واحد شون يعجبه العنوان يستخدمه العراق كان مخطط له غير شكل بس لذلك دخلت أطراف ودول إقليمية حقيقة حرفت هذا الخط ولذلك العراق يعاني الوحدة والشعب يعاني الوحدة والحكومة اللي تجي مسيرة مو مخيرة لذلك من يسيرها بأي اتجاه ينطيها فلوس تشطر ما ينطيها فلوس ما عدا شوه ولذلك هاي فترة الأربع سنين وهذا الرجل السيد العباد ما محظو لأن إجاب من فترة أربع سنين هما قالوا لولالبنج الدول يعاونك ولا ننطيك فلوس حقيقة أنت الآن تبحث له عن مبرر قبل لحظات قلت بأن الحكومة تمارس تسقيط سياسي من خلال محاربة الفساد أريد أن أسألك لا لا شوف دع اسمح لي اسمح لي أسألك لا بس أجاوبك على هذا أنا ما أبحث عن مبرر أنا حشيت لك أربط بالبداية قلت لك نطيت مثل أنا لو يقولوا لي تعاصر رئيس وزراء بس ما ننطيك فلوس أقول لهم شكرا هاي المهمة أنا ما أريدها تنطوني فلوس أدير العراق بالطريقة الصحيحة أديره أما ناسنا خطيه هو يعني حتى ذات سيد العبادي وغيره أي واحد اللي يجي ذا ما ينطي فلوس يريد يسعوه فهذا مو مبرر أنا ألوم لأن استلم مهمة وما عنده فلوس واستلم مهمة العراق محتل ومحتل من داعش وغيره وما عنده مكانية ما يخالف طلع بإنجاز حررنا داعش والعراق انتصر والعراق انتصر ما أعرف تعتمدها من نوع الانتصار شلون لأن إحنا محافظاتنا بتحكي عنها تطلع لك مجامية وخلايا وجيوش وحركات يعني ما أعرف أي نوع من الانتصار والمواطن قاعد ببيته إذا داعش في الموصل أبو ديالة شلو دخل هناك اللي دا يطلعون بده بديالة فأين الانتصار طيب اليوم من هم الفاسدون في العراق دكتور بالتأكيد الفاسد ليس الموظف الصغير وليس المواطن الموجود في بيته كما تحدثت من هو الفاسد الفاسد هو التنفيذي اللي استلم فلوس أن يصرفها على البلد وما صرفها هذا الفاسد أما اللي ما يستلم غير بصراته وبيش يفسد حقيقة هذا تعريف الفاسد أنت ذاتش على حكومة فالمفروض يتبعوا التنفيذيين ما شاء الله ما نزل بهم من السلطان يعني بين حسين بقدر أحكي أنه وزراء غصدك أكتما ما يستحون هو يعرف من يطلع من ما نصبه مضمومت له ملفات هلقب ولذلك هو ماكو واحد يشتغل تنفيذي إذا ما من يطلع يراد له فهد عشر سنين يصف الملفات العالية وأكثرهم هم اللي صار لهم عشر سنين لحد الان وهالسا بدأوا يمكن قلت لك القضاء شوي يتحرك بدأ يحكم وحكم قسم منهم وبدأ يسجن لأن كانت الملفات نائمة حق ظهري وحق ظهرك أنت أنا ضم الكيان بس أريدك تشتغل بالخط طيب ملف مربوط بملف آخر هل أنت اليوم مع السير في إجراء الانتخابات في موعدها أم تأجيلها نعم شوف إحنا حقيقة كأتلاف الوطنية وكمحافظات حقيقة متضررة إحنا كمجموع مو مع الانتخابات بس أنت لو سألت لي أنا رأيي شخصي أنا أنظر للمواطن هم ينظرون يقول لك المواطن يقول لك أنا شجي أنتخب أنا بيت ما عندي شا أنتخب وأعتقد هاي نظرة مو صحيحة أنا رأيي شخصي ما لي دخل كانت صحيحة ومصحية مستهى أحجي لك المواطن أينما يكون هو منه يدير الانتخابات منه يوجه باتجاه انتخابات الأمم المتحدة لأن تعتبر محايدة بالنسبة وتعمل على عمل الانتخابات في العراق أنا انظر لها المواطن العراقي هويته بطاقة الانتخابية في جيبه وصندوق الانتخابات أينما يكون فالشنو يمنعه أن يطلع الانتخاب بس المواطن هم عنده يقول لك أنا من راح أنتخب هل راح يصير تغيير لو لا هل راح ترجع نفس الوضعية هل راح يرجع العراق بحكومة ما بها فلوس من المفروض أن المواطن هو من يقرر إلا إذا كنت تتحدث على أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيها أيضا إحنا نشوف اللي شفنا هناك نظام راح يطبق اللي افتهمناه من المفوضية الانتخابات أنا عندنا مؤشرات على المفوضية الانتخابات نفسها لأن رجعت محاصصة مرة ثانية وأنا أحكي لك أكو شخص حقيقة طلب مني أن أعاونه بالترشيح وكان الأخ من بغداد شيعي ويشتغل بالمفوضية كموظف وأنا رح ادعمته وتوجهت إلى لجنة قلت لهم هذا الرجل ما تابع لجهة ورجل محايد وريد ترشيحه والله هو واحد جاوبني بكل صراحة قال لي هل تابع لحزب قال له لا أنا إذا أقول لك هذا ما تابع لحزب مستقل أنا غيرت نجيب ناس مستقلة قال لي أخوي أنساها والله بالنص وهو خام باللجنة تابع لحزب فكل واحد أخب اللي عندهم حتى يقول لك أنا عندي حزب ونازل انتخابات علاقة لضمن لي واحد اثنيين يكون إلي عين بالهاي متنباك التصويت ما والتجهت بها الاتجاه هذا فإننا اللي متأملين ضمن هاي الفترة الجاية تكون انتخابات أنزه من اللي فاتت هو ماكو انتخابات نزه مية بالمية في كل العالم بس اعتقد دخل او جهاز جهاز تصويت واللي سمعته من عندهم نتمنى ان يتطبق انا يقول الله انت من راح الصوت خلال ثواني راح ينزل بالاسم اللي صوته هذا راح يقلل الاهم من جهاز التصويت باعتقد الارادة الانتخابات نزيحة هل هذه الارادة موجودة اليوم في العراق؟ وهي هنا اذا نجي على الارادة هناك عدة نقاط خلت المواطن يبتعد عن الانتخابات اولا التزوير من احد النقاط يقول لك انا دا اروح انتخب فلان وتجير لغير فلان اللياني ما منتخبه ولا اريده اذا هناك لما تضمن له هناك صوتك من راح يروح راح يروح للشخص الفلاني اكيد راح يشجعه عن يطلع انا دا احكي لك مراسة ودعاية انتخابية حتى الناس تطلع للانتخابة هذا اللي نعرفه على اساس صارت بيانات وصارت البطاقة الانتخابية الجديدة اللي هي عملوا بها في وقتها كانت ناقصة بس مجرد هوية تستقنى اما هسة مربوطة بجهاز يقول لك لما صوت انت هسة تروح للي اسم الفلاني من تروح للي اسم الفلاني ما راح يستتلاعب اما من الظل الصناديق في المدرسة وتنقل معروف وين ويصير العدوي الفرز وتروح لما تصل للجهة رقم عشرة تغيرت مئة مرة بالطريق فحتى من تعترض ضايع حقك لان ما يزلوا اللي وين اعترضت حقيقة يرجع بزع الرقم صحيح لو مصحيح هذه اذا صارت واتطبقت صحيح راح تضمن اكثر فالمفروض يستطيع تثقيف لهذا الجانب للمواطن يقول لها صوتك ما راح يروح هذا النقطة الاخرى انت لازم تطلع تنتخب وتنتخب حكومة بيحافظ وتنتخب نازينين حتى يحسن من وضعك لانت اهم ده تعترض على حكومة تخبط في السابق موضوع عودة النازحين دكتور نعم موضوع عودة النازحين شوف عودة النازحين احنا حقيقة معانات ومعانات كبيرة وهنا يتلام بها الدولة بس هم نرجع ونقول لما الدولة تقول لك ما عندي فلوس يعني هم نرجع البيضة من الدجاجة لالدجاجة من البيضة يا أخو رجع الفلوس من الفاسدين القانون كل الملفات مربوطة ببعض دكتور القانون مثل اللاستيك مثل المطاب يعني هسا ذول المتهمين كلهم انت لو متهم بفساد بايق لك مئة مليار تروح للمحكمة وانت قابلة للكفالة كلها قابلة للكفالة مع عدل قتل والارهاب عرفت شون لما تروح بايق مئة مليار باستصل للمحكمة خلال يوم 24 ساعة روح اسبوع تطلع بكفالة وانام الفايل شو راح يجيك السرة مع ذلك الحق عليكم الآن استطيع أن أقول لك دكتور أن هناك خلل تشريعي أنتم في مجلس النواب السبب به عدل القوانين تختلف الأمور القانون ما ممكن تقول اللي يسرق فلوس من هذه ما تطلعوا كفالة تنوموا لحد ما يصلوا السرة ست سنين لأنه ما شاء الله الملفات اللي عندهم ملايين الملفات فيقول لك إحنا اللي يجي القانون يقول يطلع بكفالة واش وقت يجي ووقت المحكمة نحكمه وذا تصير باستاخذ وقت فلذلك هم ما يلعبوا على هذا الوتر لذاك يقول لك أنا أسرق وراء 24 سنين نعود إذا أغضر الله يطيب مو مشكلة وهذا اللي داي يصر حقيقة طيب يعني ممكن إجراءها برأيك الانتخابات دون عودة النازحين إلى مناطقها شوف أنا اللي باعتقادي الأمم المتحدة والأمريكان مصرين على الانتخابات في وقتها عرفت شواء لأن نظرة الأمريكي وبالأمم المتحدة للمواطن العراقي أينما يكون هو في داخل العراق لأن يقول لك اللي خارج العراق مسموح له أما النازحين فأكثرهم النازحين داخل العراق يعني هسا نازح ديالة إذا هو قاعد بسليمانيا ويريد ينتخب أكيد رح ينتخب لديالة والشخصيات الموجودة بديالة بسقور رح تمارس عليه ضغوطات لجهة معينة اللي يمثل ديالة كأن أحكي لك مثال مثلا أخوان أكراد رح يرشحون بديالة ضمن قضاء خانقين أكيد صارت ضغوطات على اللي موجودين بسليمانيا بين رشحوا هذا إذا ما هو يجيهم بباب ومدارينك ومقاعدينك ما معقول لما رح تنتخبني تنتخب الغير أكيد رح ته هذه رح تأثير على النواب اللي مثل المحافظة ممكن يزيد نسبة الأكراد في ديالة ونسبة الشيعة في ديالة واتقد نسبة السنة اللي موجودة عندي الأمريكان ولا مو المتحدة ما يهمه انصعد خمس أكراد ونزلوا ثلاثة سنة يهمه عراقيين طيب موضوع الوقت يعني أنت تقول أن أن الانتخابات ستجري فقط لأن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تريدها حقيقة هم ماذا عن الوقت نعم عن الوقت كافي اليوم التوقيت دستوري يعني توقيت ما ممكن التلاعب بي إلا إذا صارت لإقرار موازنة ولإقرار قانون ولانتهاء عمل المحوظية شوف الآن سأجيك وحدة وحدة قانون الانتخابات إذا ما شرق هذا القانون يعملون بالقانون السابق الانتخابات السابقة فهذا ما يأثر إذا ما صوتنا على موازنة لنطيهم مبلغ للمفوضية هناك سلف يسموها من صلاحية رئيس الوزراء حقيقة نعطيهم سلف يمشون انتخابات فما يكون مشكلة أن يمشوها في وقتها يعني ما يكون اعتراضة أو ما اعتراضة إلا إذا صار اتفاق بتغييرها فلازم هنا راح يصبح تغيير قانون تغيير فقرات معينة حتى تقدر تغيير الفترة أنتو كنواب أين ترى الاتجاه بشكل عام داخل مجلس النواب العراقي مع التأجيل أو مع تمريد شوف أنا حجيت لك نحن كأتلاف متعاطفين مع من محافظاتنا اللي يريدوا التأجيل لذلك الدكتور آياد اليوم أنا سمعت له في لقاء أهم كانوا ونذكرها نحن لما نكون محافظاتنا ما مستقرها يقول لك الأفضل أن نعطي فرصة أزيد أن يرجعوا لأماكنهم ويقعد حتى يقدر من ينتخب بحرية هذه نقطة أما أنت تسألني أنا شخصيا أنا مع الانتخابات في موعدها ومع الانتخابات في موعدها لأننا نقول العراقي أينما يكون هو ضمن العراق إذا كان في محافظة نازح أو محافظة أخرى فيفترض هاي أمانة صوته يروح يعطي لمن مقتنع به مولي أن يضغط عليه فلان بعدين أنت لما تجد صوت أنت هو الصندوق يعني من يعرف أنت لمن صوت حقيقة فأعتقد هاي ما تأثر يعني ما تأثر على وضع انتخابات أما أقول لأن نحن نحكي أكو كتل وإتلافات لأن يقول لك راح أتضيع حسط في الدولة لأنه هو متوقع يجيب له عشرين ثلاثين مقعد راح أتضيع منه وزارة طبعا يتأثر يعني يقول لك راح أتروح مني وزارة فأحنا نريد نأخر ونريد نأجل وإلا هو لو صدقهم محارسين على ناسهم وين هم من ناسهم من نزحه وين هم من ناسهم من اندمره وين هم من ناسهم من تفلشة بيوتهم وكلهم في مناسب مرموقة بالدولة إذا تكلم رئيس جمهورية نهاب رئيس جمهورية رئيس وزارة نهاب رئيس وغيرها وحقوق النازحين وحقوق المناطق حقيقة هاي كلها تستخدم أعذار ولو هذا راح يضارب مع سياسة ائتلافنا الرئيس الائتلاف أنا تركتك تكمل أنا لا أعطي رأيي الشخصي هذا طيب أزمة تقليم كردستان هي الأحدث اليوم في العراق برأيك هل لها علاقة أيضا في موضوع ملف الانتخابات المقبلة؟ هناك أزمة واحتجاجات في الشوارع نحن العراق تعلم على الأزمات وبلد الأزمات وانت قل لي يا سنة مضت ضمن الثلاثة عشر سنة نحن العراق ما بأزمات بس المفروض القادة والرموز اللي صاره ورموز إذا كان كردي شيعي سني المفروض يتعظون من اللي قبلهم اللي قاعد على الكرسي ثلاثين أربعين سنة قالوا له كيش ملك المفروض ذالي يتعظون أخي بدت غطرسة بدت تسلط بدت كل واحد يقول لك آني وأني بدت مستوى عوائل مستوى مجاميع الأمريكان ما يحبون شخص يكون متنفذ وما يحبون شخص يبيه تمرد ألم يسمح الأمريكان بذلك يا دكتور؟ ألم يسمح الأمريكان بذلك منذ البداية؟ لا لا يسمح يسمح لهم لحد ما يصل لحد معين حتى يشوف الباور مالته يقول لك أنا هذا مدغط رأس مو يوقف يذبحوا يصلاح أنا بثوانجي للكمية طب ماذا حصل في كردستان؟ من هذه النقطة ماذا حصل؟ طبعاً من هذه أحد النقاط لما يبدون هم خلافات ما بينهم اللي يسمون نفسهم رموز هنا يحش الجيش وهناك يحش الجيش يقول لك جاي سوا يا أمريكا أمريكا يقول لك جاي سوا أنتم ولذلك نقول لكم لما الشعب ينتفض عليك ويزعل منك نحن مع الشعب ضدك هم يجيبه ويصير ضدك لا ألم يكن هناك حديث على أن مثلاً الاستفتاء لإقليم كردستان كان مطلباً جماهيرياً اليوم نرى الناس في الشوارع تريد خدمات وتريد رواتب ولا تطالب بدولة نعم شوف أو جزء من ما تحدثت عنه من الولايات المتحدة هم أنطيك رأيي شخصي من حق أي شعب من حق أي محافظة هو مو شخصي دكتور عفوا كنائب على الأقل أنا أنطيت رأيي كنائب أنا أنطيت رأيي كنائب بس هس أنطيك رأيي كشخص هرأتشون الرأيي كشخص من حق أي شعب من حق أي محافظة تختار ما تريد بخصوص استفتاء بأي شيء لأن إحنا نحشي ديمقراطية نحشي الدستور يضمن حقوق المواطن وكل شيء يريده بس هو هل ينعمل بفقرات الدستور دستور الركن هل له الإتراب عليه هسا يمتى نعمل بالدستور 150 إذا مو أكثر فقرة خروقات للدستور من حسب ما خرق الدستور أما إحنا مسألة اللي صارت استفتاء هي حقيقة صارت مسألة تحديات لأن كانت هناك مكاسب لكردستان حكومة للتحادية حجبتها هل هي حجبتها بتوجيه أن تحجبها لذلك خلقت فتنة وخلقت خلاف ما بينه اللي مقابيله اللي يقدام يقول له أنت لازم تنفذ اللي يقدام يقول لك يا ذا أنا ما نفذ بهذه الطريقة ولذلك وصلت لها المواصل الاستفتاء اللي صار ليش تنفذ وبعدين أنا حشي لك شخصيا حشيتها أكثر من مرة بلقات ولو صار استفتاء لين وين مقومات الدولة في كردستان وهو نفسه على لسانه حتى رئيس الاقليم يقول يقول ياذا احنا سنسوي استفتاء بس يا وين مقومات الدولة؟ سيد برزاني قال أنه يريد فقط نعم هذا اللي نحكي لا يريد أكثر من ذلك بس هي أخاذت أخي جاء دفعت ذاك الاتجاه وجاء دفعتها الاتجاه إذا ما أقول نفس الجهة اللي دفعت الاتجاه حتى يصلون إلى هذا مين الجهة؟ أخي إحنا العراق نحكي السيادة وين أكي سيادة؟ بعدهم محتلة لها يعني مين الجهة؟ شون الجهة؟ أنت سميها دكتور ها؟ أنت سميها إحنا مين محتل؟ مين محتلتنا؟ أنت سميها دكتور أنا بتسألني أنت وين عايشة؟ لا لا يعني أنت بتقصد الولايات المتحدة اليوم لا لا تقصد في جوانب آخر ممكن يقول لك في ناس المقدمة ريدان لا دكتور معروفها أخي إحنا كل إطناء وكل اللي موجودين يعرفون العراق ما بي سيادة لو بي سيادة ما يصير اللي يصير به لو بي احترام لدستور اللي هم خلوا الدستور ما تصير اللي صار بالمواطن ولذلك هو أنفلات موجود ومؤامرة كبيرة على العراق وعلى الشعب العراقي حقيقة لأن من البداية ما فهموا اللعبة أنا كنت من المثقفين باتجاه الصحيح ونحكي لك لأقرب الناس إن في محافظتنا كنت تتهم بالعمالة هذا يحكي لأمريكي هذا أمريكي هذا جاء على دباب أنا حياتي ما شفت أمريكا والله أنا رجال صحي دراستي في إنجلترا وعشت في إنجلترا لكن كان التذقيف ضدنا بها الاتجاهة لما تدليهم على الطريق الصحيح تحكي لهم يا با مو صحيح هذا العمل هذا العمل راح يأذينا ويأذيكم وهذا راح يدمرنا ويدمركم ما قاني يسمعوا جهات أخرى أقرب من عندنا للمواطن داعمة وتثقوا بالاتجاه ودفعتوا بالاتجاه وبالأخير خسروا نفسهم وخسروا محافظاتهم فلذلك أخي نحن نعرف ولازم نعترف من قالوا للعبادي السيد العبادي قالوا له فلوس ماكو يعني من اللي قال فلوس ماكو بنق الدول من يومرا ينطل العراق ما ينطل الأهراق طبعا أمريكا ومسؤولة عن العراق أمريكا يعني أمريكا باشر تريد ترفع العراق وذلك حقيقة نتأمل 2018 أن يغيروا هذا المنهج ويتجوا باتجاه العراق والمواطن يعني خروج العراق من الفصل السابع للأمم المتحدة غير مجدي أخي طلع من فقرات دخلوا فقرات وأصلا يعني مو طلع من البند السابع طلع من البند السابع مصارية كلها إجدت البنك الدولي أخي أنت عندك محال سوبر ماركت كان يزودك المجهز يزودك ويقول لك لما تبيع سددني بعدين قال لك أنا بعد ما جهزك شو تبيع أنت شو تبيع إحجار هو هذا يطيق ويقول لك النفط من يتبيع دكان محنا عندنا دكان بس النفط من يتبيع النفط ويتسددنا بعدين قام يقول لك أنا ما نطيق بيع النفط وسدد النفط شرخ رايح مدرو وين وعبرنا الخط على كردستان راحا نفليساتنا عبرنا خط مدرو وين راحا نفليساتنا من جه أخرى مدرو وين مدرو وين يعني آل مدرو وين إحنا العراق هسا مدرو وين يعني وين طيب بدي أنتقل معك دكتور لموضوع الإرهاب في العراق على ذكر السيادة أيضا نستطيع أن نذكر الإرهاب نعم إعلان الحكومة الانتصار على داعش الإرهابي برأيك هل انتهى داعش الإرهابي اليوم على الأرض العراقية دون عودة أخي داعش فكر ما ممكن أن تنهي لذلك إحنا لما يتوقف داعش يصير خلايا نائمة يسموها إحنا منطقتنا على مستوى قرية مستوى قرية انتمو الداعش قبل ثلاثة أربعة شهر أطفال يستخدموا ذولة يسمو ركروتنج روح يدورون الناس محتاجة ناس ليش يسمع وللها جزء الأمنية مشكورة في ديالة كشفتهم ومسكتهم وطلع اعتراف وهذا اللي يتكلم بها طبعا السيد صادق أكيد صادق بكلامه لأنه ليس لجنة أمنية وعضو مجلس محافظة فعال وحقيقة هو قائد حشد حقيقة كان مضاحي في كل مكان لما ذكر هذه المعلومات أكيد ذكرها أقو معلومات دقيقة بها لاتجاه إذن هو هذول جزء من الفكر الداعش يلينا فكيف ينته لما يطلعوا لك كل فترة بعنوان وإحنا هاي اللي تقول لك مثل الماء ينهدر دمك بين العشاري يعني ما لك حق طيب دكتور نحن عفوا لا ندافع عن الإرهاب ولا نبرره لكن برأيك هل المسببات التي أنتجت داعش ومقبل داعش أيضا موجودة الآن في العراق من فقر لا حركة داعش حركة إقليمية من خارج العراق واللي كانت حقيقة بخصوص التوجه باتجاه العراق كانت عقوبة لكم شخصية بالعراق وعاقبوهم وكانوا متنفذين وواصلين إلى مكان من القوة في البلد فعاقبوهم يعني بعد عقابهم انتهت نحن نقول لها ستحرر العراق وإن شاء الله انتصار وانتصرنا بقتل خلاهي الناس لا لا وصلت لي الفكرة دكتور بأنه عقبوهم وخلصوا وخلص طبعا نقلوهم من سوريا يا أخي نقلوهم من سوريا لشما مستحيل ظابط إسرائيلي طلع بدرجة مقدم قال إحنا كنا خمسة أو عشر ضباب نقود داعش في الموصل يعني شما مستحيل مستحيل يقول لك القدس سوف نفتح بها شما مستحيل بطل ويستحن أخي هذا اللي يعملون فالمفروض أخي إحنا اللي يكونوا واجهة بالحكومة وعلى رئيس الهرام أن يطلع لشعبه بكل صراحة كله أخي إحنا مو كل اللي نقدر نسوي نقدر نسوي ما عجي أطلع وأوعد راح أسوي وأضرب من حديد وهذول ذبهم هيتش وفلانه يا أخي إحنا أعمل إذا أردت أن تطاع أعمل بما هو مستطاع أصدق مع أهلك وناسك هذا اللي تطلع به هو هذا كنز طيب دكتور في دقيقة أريد أن أسألك عن شكل الحكومة المقبلة برأيك والله أنا أحكي لك أنت لو ترجع على اللقاءات يقولها أنا من المتفائلين على مقتخابات 2018 وأحكي لك أنا بالنسبة لي يعني كان عندنا رأي حقيقة أنا ودكتور رياد من 2010 عن نقول هاي نهايتها بس أكيد صارت تغييرات ووجودنا مهم إن كان يكون وجودان على مستوى المحافظة أو لمستوى العراق دكتور رياد لذلك إحنا نقول هاي بالنسبة لنا آخر هدا إذا ظلت بنفس الوضعية والله أنا حتشيتها أكثر منك ننسحب ونقعد ونشوف ماكو أي تغيير بالعراق الظاهر تغيير أوتوماتيكي يجيش وقت ما يجب خارجي؟ نعم طبعا تدخلات إقليمية ودولية طبعا دكتور عبدالله الجبوري أعضو مجلس النواب والقيادي في اتلاف الوطنية شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الصريح عزيزي المشاهدين في أمان الله اشتركوا في القناة